بحث وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرجي لافاروف عددا من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والمباحثات المتعلقة بالتسوية في سوريا إضافة إلى العلاقات الثنائية الصفدي بحث مع لافاروف في اتصال هاتفي تطورات القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة كما ناقش الوزيران تفاصيل التطورات على الساحة السورية وجهود وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في الجنوب السورية وتوسيع نطاق توزيع المساعدات على النازحين واللاجئين السوريين